السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو السابق تعلمنا ازاي نزبط اعدادات رسم الحوائط وتعلمنا ازاي نبتدي نرسم الحائط. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم بعض المهارات الاساسية اللي هتساعدنا في الرسم بالنسبة للحوائط في برنامج الريبت. طيب. رحنا على اي وجهة. هنلاحظ ان الحائط بتاعنا بادئ من زيرو حتى الدور الاول علوي. طيب. لو انا عايز الحائط ده ما ينتهيش عند الدور الاول علوي مباشرة. انا عايزه ينزل عن ده بمقدار ستين سنتي مسلا. والي يكون فيه كاميرا في الجوزب ده بعد كده هتشتها هتركب. هعمل الكلام ده ازاي? هضغط على الحائط. وحروح على البرو بارتس. هروح على البرو بارتس. هلاحظ عندي ان التوب كونسترين احنا كنا مزبطينه للدور الاول علوي. ممتاز جدا. هروح. لو انا عايز الحائط ده. ما ينتهيش عند الليفل بتاع الدور الاول علوي مباشرة. انا عايزه ينزل بمقدار ستين سنتي عن الدور الاول علوي. اعمل الكلام ده ازاي? هروح للبرو بارتس. هلاقي في حاجة مكتوب عليها توب افست. جنبها صفار. اضغط على الاصفار دي. واتب سالب بوينت ستين عشان ينزلي. ثم اضغط انت. هتلاحظ ان الحائط بتاعك نزل عن الليفل بمقدار ستين سنتي. يعني لو انا واخترنا الليفل واخترنا بداية الحائط هلاحظ ان الحائط نزل بمقدار ستين سنتي. ممتاز جدا. طب يا باش مهندس لو انا عايز الحائط ده ما ينزلش ستين عايزه يرتفع ستين سنتي عن الدور الاول علوي. هعمل الكلام ده ازاي? اقول لك اضغط على الحائط. هتلاحظ التوب افست. احنا اخلى حقيقة بنها سالب ستين. طيب احنا عايزين يرتفع بالمقدار ستين عن الدور الاول علوي. يبقى ستين وستين متر عشرين. هنكتب متر واحد بوينت عشرين. ثم يضغط انتر. هتلاحظ ان الحائط ارتفع عن بتاع الدور الاول علوي بمقدار ستين سنتي. طب يا باش مهندس الكلام ده هيفيدنا في ايه? اقول لحضرك ما يفيدك في ايه? اول حاجة لو انت هتنزل الحائط عن التوب بتاعه. هيفيدك انه ممكن يكون في كاميرا بمقدار خمسين سنتي. في ده ده. فبالتالي انت الحائط هيوصل معك للكاميرا فقط لا غير. طيب. ولو خلته اعلى. هيفيدني في ايه? هيفيدك لو انت عندك دور اخير وعندك دروة. فبدل ما ترسم الحوائط بتاعت الدروة في لوحدها. لا. انت من الاخير بتعمل الدروة بتاعتك بمقدار الارتفاع اللي حضرتك ارتفعته. ممتاز جدا. طب يا باش مهندس. لو انا عايز انا بدلوها تبادل الحوائط من الدور الارضي بالزبط. لو انا عايز ابدأ الحوائط دي من الدور الارضي بس ما تكونش من الزير بتاع الدور الارضي. لا تكون مرتفع بمقدار بمقدار مسلا اه خمسين سنتي. هقول على الاصفار دي. واكتب الرقم اللي انت عايز ترتفع به لحائط. ولي يكون خمسين سنتي. هدوس خمسين. بوينت خمسة. ثم اضغط انت. هتلاحز ان الحائط ارتفع عن زيرو بمقدار خمسين سنتي. لو قسنا. هنلاحز ان يرتفع بمقدار خمسين سنتي. ممتاز جدا. دول مهرتين انا حبيت اتكلم عنهم في البداية. طيب تعالوا نرجع للدور الارضي. طيب ايش مهندس انا لو عايز اه ارسم حائط في المنتصف ارسمه ازاي هقول لك روح لول زبط اعدادات اللي احنا زبطناها قبل كده. واللي يكون انا المرة دي هستخدم نفس الاعدادات ولكن حائطة اتناشر سنتي. اعمل الكلام ده ازاي? هقول لك. الآن حاليا نختار الحائط الخمسة وعشرين. وعايز نفس الحائطة بس اتناشر سنتي. كله هتعمله. هتضغط على ايدت طيب. هايزهر لك مربع. ضبل كيت. ضبل كيت. اكتب حائط سمك. عائط سمك اتناشر سنتيمتر. اوكي. كده انت خدت نسخة من الحائطة الخمسة وعشرين. خدت نسخة من الحائط الخمسة وعشرين. ثم اضغط ايدت وغير السمك. بوينت اتناشر. بوينت اتناشر. ثم اضغط اوكي. اوكي. وارسم الحائط. وانت عايز ترسم الحائط في المنتصف لو مشيت على الحائط كده. وقربت هتلاقي البرنامج عمل لك سناب على المنتصف بتاع الحائط اللي هتبدأ منه. واضغط وابشي الى عالة. اذهب الى عالة. واضغط. هتلاقي. واعمل سكيب. هتلاقيك رسمت الحائط الى اتناشر سنتيم. ممتاز جدا. طيب اه باش مهندس. لو انا غلطت. لو انا غلطت. ورسمت الحائط ده في المنتصف. بس انا مش عايزه في المنتصف. اعمل الكلام ده ازاي عايزة حرق الحائط ده شوية متر مسلا وليكن. اقول لك بسيطة. اضغط على الحائط اللي عايز تحركه. هتلاقي في مجموعة من الاوامر بتاعة زهرت لك. هنتعلم اول امر في هم وهو امر موف. هتروح الامر موف. اضغط في اي مكان. وليكن على الحائط. واذهب. شوفها تمشي الحائط في اي اتجاه يمين ولا شمال. ثم اكتب القيمة اللي انت عايز تحرك بها هزي هذا الحائط. وليكن متر. هتلاحظ ان الحائط بتاعك اتحرك. ممتاز جدا. كده احنا عرفنا ازاي نستخدم امر موف. طيب. طيب باش مهندس لو انا عايز اخد اخد نسخة من هذا الحائط على بعد ثلاثة متر. اعمل الكلام ده ازاي? اقول لك اضغط على الحائط. هتروح هتفتح لك برضو نفس الاوامر بتاعته. اختار المرة دي امر موف. امر اسف امر كوبي. واضغط على الحائط. واذهب للمكان اللي هتاخد النسخة في اتجاهه. وليكن هذا الاتجاه. واكتب القيمة وليكن ثلاثة. هتلاقي ان انت قادرت تاخد نسخة من الحائط بكل سهولة. طيب ابش مهندس. لو انا نفس الشيء بصميم اللي انا عملته ده عايز اخد منه نسخة معكوسة. ميرور. وقال اعمل الكلام ده ازاي? اقول لك اختار الحوائط بتاعتك. هتلاحز ان نفس مجموعة امر بوظفاء اتفاتحت معك. هتلاحز فيه امرين عندك في ايه? في ميرور. ميرور بيقول لك لو انت عايز تاخد ميرور للشكل ده. بس انت هترسم الاكس. او لو انت عندك اكس. اعمل لك برضو احنا في حالتنا دي مسلا هستخدمنا ان ارسم الاكس. بعد ما اخترت مجموعة الحوائط اضغط على ميرور درو اكسز. ثم اضغط كليك. واضغط كاكر. هلاحز ان الشكل اه قدرنا بكل بساطة ناخد منه ميرور. ممتاز جدا. طب ابش مهندس لو انا عايز الشكل ده بعد ما اخدت منه الميرور اعمله 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 ازاي? هقول لك من نفس مجموعة الامر هتلاقي في امر اسمه اضغط عليه. ثم هتلاقي اوتوماتيك البرنامج مختار لك نسخة عشان يبتدي يتحرك لك منه. كل اللي بيحتاج منك البرنامج ان انت كمان بتدي له نقطة تانية في هذا الامر اضغط. بعد ما دلت نقطة تانية سيبتدي يلف معك الحوالي ستلف معك. ثم سيبتدي يتحرك. هتلاحظ ان هو حاليا محتفظة بشكل اساسي بيقول لك لما هتلف الشكل ده سيكون بهذا الشكل. تمام? يبقى اضغط مش تمام هتري تعمل دوران تاني ولا يكون على هذا الشكل. لاحظوا معي. ثم اضغط كليك. هتلاحظ ان الشكل اتعمله دوران بكل بساطة. طيب. جميل جدا. ممتاز. طيب يا بش مهندس. لو انا عندي حائط بهذا الشكل. وحائط اخر بهذا الشكل. انا بش مهندس عايز ابتدي اوصل هذا الحائط لهذا الحائط. اعمل الكلام ده ازاي? هقول لك هتروح لموضفاي. هتلاحظ في امر عندك اسمه اضغط عليه. اول حاجة هتعملها في الامر ده هتختار الحائط او الحد اللي حضرتك عايز توصل له هذا الحائط. اضغط عليه. ثم اختار الحائط نفسه. هتلاقي في خط كده. بيقول لك ان الحائط هتوصل لحد هذا الحائط. ثم اضغط. هتلاحظ ان الحائط ابتدى اه يوصل معك بكل سهولة. طيب. طيب مش مهندس. لو انا عندي اتنين حائط تاني. يعني عندي حطين تاني عايز اوصله. عندي حطين عايز اوصله. اعمل الكلام ده ازاي? هقول لك ابش مهندس. هتروح لموضفاي. هتلاحظ امر تاني بقى جنبه. مكتوب عليه ايه? اضغط عليه. اختار الحد. واضغط على ده. ثم اضغط على ده. انما في الامر الاولاني انت بتختار عنصر واحد فقط. لكن انا هنا اقدر اوصل اكثر من عنصر. ممتاز? ممتاز. طيب مش مهندس. انا الحتة دي زيادة. عايز اشيلها. اشيلها ازاي? هقول لك يا مش مهندس. في امر اسمه تريم اكسيتينت تو كورنر. اضغط عليه. اختار الحائط ده. واختار الحائط ده. اتلاحظ الحتة الزيادة اتشالك معك بكل سهولة. يعني حاجة كده شبه امر فيلت في الاوتوكات. ممتاز جدا. طيب مش مهندس. انا الحيطة دي. حايز اقسم الحيطة ده نصين. واشيل الزيادة من هنا واشيل الزيادة من هنا. اعمل الكلام ده ازاي? هقول لك في امر اسمه. اضغط عليه. وروح للحائط اللي انت حايز تقسمه نصين. واضغط عليه. كده الحائط اتقسم معك نصين. لو عايز تتأكد اضغط على ده لوحده واضغط على ده لوحده وحتلوم الواحد يوم. ممتاز جدا. طيب مش مهندس انا عايز ابدأ بقى اشيل الحتة دي. واشيل الحتة دي. هعلمك طريقة تانية. الامر نفسه بتاع. اضغط عليه. واختار واختار الحد. ثم اضغط على الحيطة اللي فيها الجزء اللي عادي تشال. خلي بالك. لو انت روحت من ناحية اليمين حيقول لك ان انا هشيل لك الحتة دي. ولو رحت من ناحية دي هقول لك ان انا هشيل لك الحتة دي. طب تعالوا نجرب. اهو. ممتاز تعالوا نفس الكلام هنا. هنختار امر تريم اكستين تسينجل. هنختار الحد. وهنروح من هنا. معناها طالما في قطة من ناحية الشمال معناها ان الجزء ده هو اللي هيتشال. اضغط عليه. ممتاز ممتاز. طيب. طيب بش مهندس. انا آآ رجعت في كلامي. او عايز اوصل للحطة دي. اعمل ايه? اضغط الحد ده. واضغط على ده. هيوصل. ممتاز جدا. طيب بش مهندس. انا عايز اش مهندس. لو انا عايز اخذ موازي لهذا الخط. افست. اعملها ازاي? هقول لك في امر اسمه اضغط عليه. اختار الحائط اللي انت عايز. تعمل له افست. هتلاحظ ان ايه? البرنامج عمل لك موازي. طيب يا بش مهندس انا قربت. بس انا عايز ادخل قيمة. هقول لك بقى اعمل اختار امر افست. هتلاحز هنا قيمة اهو. اضغط عليها هنا حاليا مكتوبة واحد متر. وليكن انا عايز تلاتة. اضغط تلاتة. انتر. وقرب من الحائط. هتلاحز ان الموازي ترسم معك على تلاتة متر بالزبط. اما بش مهندس. لو انا دلوقتي عايز اتدي ارسم حائط بقى ابعاد. اعمل الكلام ده ازاي? هقول لك فعل امرول سواء بطريقة من هنا او بالاختصار. زبطنا اعداداتنا. بتدي ارسم اضغط اول نقطة. انت عايز الحائط على بعد كام? ولا يكون عشرة? ثم اضغط انتر. هتلاحز اول حائط معاك ترسم على 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 بعد عشرة متر. لو عايز تلغي هتدوس لو عايز تكمل هتكمل سواء في الاتجاه ده او الاتجاه ده. الاتجاه التاني عايزه اتناشر اضغط اتناشر انتر. اتجاه التالت عايزه عشرة عشرة انتر. دي كده طريقة الرسم. انا ثم بعد كده انا هعمل طب يا بش مهندس. انا غلطت في هذا الحائط اللي انا كتبته عشرة متر. غلطت. انا مش عايزه عشرة. نعايزه تمانية. هعيد حمس حالحيطة ورسمها من الاول ولا في طريقة تانية لا اقول لك في طريقة تانية. لما تضغط على الحائط في بتاع الحائط ظهر لك. اضغط على اكتب تمانية. هتلاحي الحائط صغر معك. لا مش تماني عز اخليها ست. اضغط عليه اكتب ست. هتلاحز الحائط صغر معك. كده يبقى كمان عرفنا ازاي بنقدر نتحكم في بعض الحائط بعد ما بنرسمه. ممتاز. طب احنا بش مهندس نقدر نرسم دايرة بالحائط او مربع او بالحائط من غير ما نرسمه خط خط من غير ما نقعد بنرسم خمسة انتر وخمسة تاني انتر وهكذا. اه. اقول لك لو رحت في القايمة بتاعة اه هتلاقي في مجموعة اوامر جنبها لاين وريكتانجلر وبلوجون وايه ودايرة. هقول لك اضغط على الدايرة. ثم اضغط كليك. واتدي له نصف القطر بتاعك واللي يكون خمسة. ثم اضغط انتر. هتلاحز ان ايه مجموعة حوائط رسبت معاك اه واخد شكل الدايرة. لو اضغط على البلوجون واضغط كليك وامشي برضو اديره قيمة اه نصف القطر واللي يكون تمانية واضغط هتلاحز ان الحوائط رسبت معاك. طب لو مربع بش مهندس اضغط على المربع واضغط اول نقطة وامشي واضغط تاني نقطة هتلاقي اترسم معاك مربع او مستطيل زي ما انت عاد. اقدر اتحكم في في ابعاد وبش مهندس بعد مرسمه اه اقول لك تقدر اتحكم في ابعاد اضغط علي حائط واتديره القيمة اللي انت عايز تغيرها وليكن هغير القيمة دي. هخليها خمستاشر انتر. هتلاحز ان الدلع ده كبر معاك. طب بش مهندس عايز اكبر الدلع ده بقى. هضغط على الحائط العكسي. هضغط على الحائط العكسي. واضغط بدل الاربعتاشر اخليها سبعتاشر انتر. هتلاحز ان الابعاد اختلفت معاك. دي كانت مضمون محاضرتنا النهاردة. بعض المهارات الاضافية للمحاضرة السابقة. كان لابد ان احنا نتنوها عنها ونتكلم عنها في هذه المحاضرة. اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.